طورت جامعة خريفة بالشراكة مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية برنامجاً تدريبياً تحت اسم برنامج النخبة بهدف تدريب منتسبية الخدمة الوطنية على الروبوتات المتقدمة وتطبيقات الأنظمة ذاتية التحكم يتكون البرنامج من دورات وحصص تدريب عملية أثناء تدريبات الخدمة تمتد لمدة عشر أشهر وتقام تحت إشراف دقيق من أعضاء الهيئة الأكاديمية من الخبراء في جامعة خليفة بدأ البرنامج لأول مرة في العام 2019 وشهد مشاركة 18 عضو عملوا على تطوير حلول للتغلب على مجموعة من التحديات ضمن تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوت وخلال فترة وجيزة تمكن المتدربون من تطوير واختبار حلول تم استعراضها خلال تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوت وحصلت على تقدير واسم نقوم حالياً بإجراء النسخة الثانية من التدريب بوجود خمس مشاركين يعملون على تطوير نظام مستقل بتطبيق الخدمات اللوجستية نأمل أن نعرض نتائج أبحاثهم خلال تحدي دبي العالمي للنقل ذاتي القيادة والذي سيقام قريباً تعد الشراكة الناجحة بين جامعة خليفة وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ضرورية لإعداد مهندسين وباحثين مؤهرين يعملون على توسيع تطبيقات الأنظمة الذكية والروبوتات بإيجاد حلول التحديات التي يشهدها العالم حالياً موسيقى We are very pleased to welcome our second batch of Al-Nakbah National Service Associates to work in robotics at Khalifa University We had the first batch last year and the year before working towards the MBZ-IRC 2020 Challenges Challenges are a great way to learn robotics, it's practical real world robotics, they learn many skills and also it's a great way to learn about teamwork and the third thing is they can also compete with international peers and our team at MBC 2020, they did very well, they were very highly ranked in the tables and I'm very pleased again to host our second batch of National Service Associates working on the self-driving vehicles challenge and we look forward to continuing this collaboration with Al-Nakbah National Service Associates تعمل جامعة خليفة بأبحاث متخصصة في مجال المركبات ذاتية القيادة تتركز الأبحاث في تطوير تقنيات خاصة بالقيادة الآمنة كتخطيط المسارات والرؤية الحاسوبية المتعلقة بالقيادة الآمنة يشكل برامج النخبة فرصة لتدريب الكواد الوطنية وكذلك تجربة التقنيات المحلية والخوارزميات على أرض الواقع ضمن تحدي دبي العالمي السلام عليكم وياكم محمد الزرعوني مجند خدمة وطنية في برنامج النخبة بالشراكة مع جامعة خليفة في هذا البرنامج سنقوم بالمشاركة في دبي وورد شالنج حيث سنقوم بتطوير مركبات ذاتية القيادة لتحميل وتفريغ البضائع وتجنب العقبات الثابتة والمتحركة لغاية وصول هدفها المحدد بدون أي تدخل بشري اسمي عدالله عيسى أحمد الشريف مجند خدمة وطنية في برنامج النخبة العمل على إيجاد حلول لمشكلات في العالم الحقيقي هو أفضل طريقة لتعلم المهارات اللي بنحتاجها اللي بتساعدنا في تطوير حلول ابتكارية أفضل في المستقبل مهارات مثل تطوير الروبوتات طائرات بدون طيار ومركبات ذاتية القيادة من المهارات المهمة خصوصا في المرحلة القادمة في مسيرتنا اللي بنحتاجها لتطوير وخدمة الدولة السلام إبيتكار برنامج النخبة برنامج النخبة اكتبنا على مدينة القطار بنتملك من مدينة 5 بلونة حتى نحن فعلنا نفس لمدة عاماتين نحن نستطيع مدينة للإستوار الناس لكي يمكنني الإستوار الناس بأكثر من قادمة كل كل الإسيارات التي أصبحت بمدينة من القطار وقد استطعوها على مدينة وحفة ومجراء نود أن نشكر هيئة الخدمة الوطنية والإحتياطية لدعم المستمر لبرنامج النخبة وتعاونهم مع جامعة خليفة لبناء قدرات وطنية في مجال الروبوتات والأنظم المستقلة لإيجاد حلول للتحديات الحالية والمستقبلية